السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد نهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال اهمية وضرورة تقديم عشبة السبن او الدريس الارانيب اول حاجة نعرفو بهد العشبة هدي هي بحقه مشي عشبة هي البقايا اللي كتنتج على الزرع زرع مني كي يحيدو الزرع الحصاد كيبقى هاد التبن التبن شحن واحد ما غدش يتوقع انه مهم للارانيب مهم للارانيب كي اللي كيديرو على حسب الولادة بحسب كيفرش به الارض يا ولكن في بعض الدول يعني خصا في الخاليج انهم كيبيعوا التبن للارانيب انا غادي نوريكم كيفش كي ياكلوه وغادي نهضروا عليه ونتكلموا عليه اذا تابعونا اذا كيما كاتشوفوا معايا هوا الارنب كي ياكل التبن يعني بواحد شاراها يعني نعرفه بعدها يعني التعريف بهذا التبن التبن هو الدريس يسمونه الدريس وهو ما بعد الحصاد ويمكن ايجاد التبن الاخضر وهو الافضل يعني اللي وجد التبن الاخضر يعني هو مباشرة منك كي حيدو منه الزرع كيكون واحد التبن اخضر اللون دياله اخضر وهذا التبن هو الافضل لانه غني بالبروتينات وكين الاصفر والغالبين اللي كيكون كيتبع اه وهو هذا انتم ممكن ما كتشوفوه اللون دياله راه اصفر اه وهو ايضا جيد اه ولكن هاد الاصفر هذا غني بالالياف فقط اي ان الحيوانات كيحسوا بالشبع فقط يعني ممكن انهم يحسوا بالشبع فقط ماشي بحل التبن الاخضر والان الان اني نتحدث عن التبن الاصفر التبن الاصفر وهو علاج فعال وسريع للاسهال الناس اللي عدبادين ولقين مشاكل في الاسهال يعني المشاكل ديال الاسهال اه ممكن اه نعطيكم الدواء يعني السريع ولكن سيكون المشكل اما اينا بغيتوا الوقاية من هاد الاسهال ممكن انكم بديروا اه واحد جوج مرات تبقوا تعطيو اه هاد اكتبن تعطيو الاناني بديالكم جوج مرات فالشهر المرات فالشهر اه راه كافي انه كيحميلهم الماعدة ديالهم من الاسهال اه بالنسبة لي انا كنعطيهم لهم جوج مرات فالاسبوع اما اللي عندو الاني بديالو اغي صغار بحال هاد الشكل هادا بحال هاد الشكل هادا بحال هاد الشكل هادا هاد الصغارين ممكن انه يعطيهم يعني التبن في مرة او مرتين في الشهر هديك كتحميهم من الاسهال هادا اذا 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 كانت اراني بكا فيها الاسهال فيمكن اعطاء تبن الاصفر ليابس يعني بحال هاد الشكل هادا يابس اه وعدم اعطاء الماء يعني من يكون عندهم الاسهال ما تعطيهمش الماء لمدة 24 ساعة يعني تعطيهم هاد التبن هادا من تحس بيوم كرشفهم بدات كالجرة اعطيهم هاد التبن هادا وما تعطيهمش مع الماء الماء ما تعطيهمش سوف يكونوا متأكدين انه فوضون يعني يومين ان شاء الله كيقول لي الحالة الطبيعية وبفضل التبن فقط ممكن ان يتعافى يعني الارنب خلال 24 ساعة باذن الله والسبب في الشفاء وهو ان التبن يساعد على تجفيف الامعاء من العصارات الهضمية التي تسبب الاسهال ان هذا هو السبب علش هو مفيد للارنب بالنسبة للاسهالات لانه كي يجفف هادوك الامعاء دي الارنب من العصارات الهضمية وانا انصح في الحقيقة انصح بتقديم التبن مرتين على الاقل لانه التبن يقوم بتعويض الالياف الغير موجودة في العالم هذا من جهة نهضروا دباع التامن دي الو التامن دي الو هو ارخص مما تتوقع فممكن انك تشري بواحد البالة كبيرة يعني فيها تقريبا مترو مترو وعشرين على نصف متر والعولو دياله مهم احنا نقول لها بالا والعولو دياله ممكن يكون في 30 سنتين كلها ممكن انك تشريها بعشرين درهم عشرين درهم ارى ماشي غادي تخدم لك تخدم لك يعني كنظن انها تخدم لك تسيني لانه ما كتعطيش بزال الارانب ديالك كتعطيهم غي واحد شوية اما انواع التبن فهي التبن الاخضر وهذا ممكن تقديمه لصغار الارانب وذلك لانه غني بالبروتينات اما الاصفر فممكن تقديمه لالالانب البالغين يعني الكبار وذلك لتعود الالياف الغير موجودة في اي علف ممكن تقديمه للالانب فهو يقوم بالاحساس بالشبع الدائم للالانب وهو صالح لجميع الفصول يعني ممكن انكم تقدموه تفف في الجو البارد في الجو الحار ماشي مشكلة فبالنسبة للجو البارد فهو كيجعل الارنب مايبقاش يتخبط في الكاج من شدة الجوع لانه خطع فيه الماكلة كيبقاه هو ديما جيعان ففي الجو البارد ديما يخصوه يياكل اكثر هذا التبن هذا كيخليه يحس بالشبع يعني ومايبقاش انه يتخبط في الكاج في القفاص اما بالنسبة للجو الحار حتى هو كذلك خدام علاش لانه يجعل الارنب ماكتصابش بالاحتباس الحراري واحتباس الحراري ركننا هدرنا عليه بزاف الناس اللي كيخافوا من جو ديال الصيف يعني لمشوتا الارنب ديال وكلوا بصيفة عادية بحالهم بحال الجو البارد كيوليوا مصابين بالاحتباس الحراري ولا قدر الله كيموتوا اذا تبن هو خدام لكيلا الحالتين خدام في الجو البارد وخدام في الجو الشتاء العفوان الحار وفي نفس الوقت هو كيداوي الامعاء كيجفف الامعاء كي يقاد الدورة الهضمية يعني كيقاد ذهب واحد الشكل ممتاز اذا رخيص في التامان الحقيقة هو جد جد فعال ده الحلقة ديالنا ره سلامت الناس اللي مزاركوش معانا يشاركوا معانا قناة بادينا بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم تكيووا لازير جام ما تنسوش تكيووا لازير جام باش تساندونا ونزيدو ننفيدوكم انشاء الله بالجديد ديال الفيديويات وأنا كنرحب بالتعاليق طيبة ديالكم وكانشكركم بزاف تكيووا على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة